أكدت لجنة العفو الرئاسي استمرار جهودها في تنفيذ الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطياً وذلك بالتنصيق مع الجهات المعنية بالدولة جاء ذلك بعد استفاء الإجراءات القانونية اللازمة ويشمل الإفراج ثلاثين من المحبوسين احتياطياً على دمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب وتوجهت اللجنة بالتحية والتقدير للنيابة العامة ووزارة الداخلية على جهودهما مبدولة في هذا الملف كما توجهت بالشكر إلى القوى السياسية والحزبية التي تتعاون معها وتساهم في إنجاح عملها وأوضحت لجنة العفو الرئاسي أنها مستمرة في عملها ومتطلعة لمزيد من النجاحات في هذا الملف